تعتبر مرحلة التوجيه مرحلة مفصلية في حياة كل طالب وأسرته في ذات الوقت لما تشمله أيضا من ضغطات نفسية وتوترات نتيجة الضغط الأسري والمجتمعي على الطالب نفسه كيف نتعامل مع هاي المرحلة ومتطلباتها النفسية والاجتماعية وكمان الفكرية واش هي النصائح الممكن كمان يستفيد منها الطالب وعيلته خاصة أنه احنا منشهد عملنا مرحلة بدء امتحانات التوجيه هاي التفاصيل وغيرها راح نقشها مع السيدة الهام غنيم هي رئيس قصم الأرشاد التربوي في زارة التربية والتعليم صباح الخير صباح الخير وصباح الخير للجميع كيف أصبحت الله يساعدك وإحنا كمان بهذا اليوم نتمنى لكل طلاب التوجيهي ظروف حلوة ومناسبة وبعيدة عن كل الضغطات إن شاء الله بنحكينهم ونشدوا حالهم أكيد كمان إن شاء الله أكيد يمكن نبدأ السؤال الأول يعني نحكي إحنا بالتوفيق للطلاب لأنه فيه كمان بيكون فيه خوف خوف المجتمع المؤسسات المدرسة حط الطالب فيه بطريقة ما إيش منحكي عن الخوف كيف ممكن يتغلب الطالب على الخوف الحقيقة هو الخوف شعور طبيعي لكنه لما يصير زيادة عن حده بصير فيه نوع من القلق فمن هيك كتير مهم أنه إحنا كمان نشوف إذا صار الخوف زيادة عن الطبيعي شو أسبابه يعني أنا بفكر أنه فيه إلو أسباب كتير فيه علاقة في الامتحان كامتحان والهالة الكبيرة اللي حوالي الامتحان وفيه كمان الخوف بيجي من الأسرة أو من الضغطات النفسية اللي الأسرة بتحط الطفاء الطالب في هذه الأجواء اللي هي فيها خوف فيه كمان الخوف اللي ممكن يزيد بسبب التعامل مع الأصدقاء بتعرفي فيه أصدقاء كتير بيبقوا كتير خايفين فبيحكوا مع بعض بيشوفوا بعض نعم بيصير كأنه فيه انتقال الخبرة هاي اللي ممكن تكون مؤلمة للطفاء اللي الطالب لما يقدم توشيهين الأهل يعني هم الناس اللي في في احتكاك دائم في كتول الوقت معهم بهذه الفترة فهم ممكن يزيدوا ممكن يساعدوا في التخفيف إيش دور الأهل؟ نعم الأهل دورهم أنا بفكر يعني كمان رأيي المهني إنه الأهل لهم دور كتير كتير كبير أساسي في عملية الخوف لدى الطفل ولدى الطالب أنا متأسب بقول عنه طفل لأن أنا بعتبرهم كلهم أطفال هلا الخوف لدى الطالب من الأهل ممكن يعني يزيد وممكن كمان يقل إذا الأهل هم معنيين إنه يعيشوا ابنهم بأجواء فيها طمأنينة وفيها أمانة يحس الطالب إنه أهله بحبوه سواء كانت النتيجة إيش ما تكون أهله بمش رح يتخلوا عنه إيش ما تكون النتيجة أهله معاه بدعموه بساندوه هاي الأشياء والكلمات الحلوة كمان والدعم إنه ولا يهمك ما تقلقش بس إنت إعرف إنه إحنا إيش ما تكون نتيجتك في المدرسة إحنا قبلنينك ورح نظل نحبك الخوف بزيد من الأهل لأنه لما الطلاب بشعروش بالأمان مهم كثير إنهم يشعروا بالأمان داخل البيت بالإضافة إنه المساحة اللي بتنعطل الطالب في الامتحانات يعني أنا مثلا مش أمنع ابني إنه يطلع نهائيا من البيت ولا أمنع ابني إنه يختلط مع أصدقاؤه ولا أمنع ابني إنه يسمع تلفزيون يشوف تلفزيون أو يسمع راديو أو أغير كل عاداته مرة واحدة عشان نخلي الوضع التوجيه بالضبط نعم بعدين أنا يعني طول الوقت ابني بدرس بطريقة معينة وفجأة مرة واحدة بدي أغير كل طريقته برضو كمان هذا إشي بتحمله وش الطالب من هيك إعنا بقول إنه خلوا الطالب على الطريقة اللي كان فيها وإذا كانت بحاجة لنظام أو تنظيم أكتر نعطيه نصائح إحنا كأهل وندعمه إنه ورجي إنه ممكن تكون هاي الطريقة أكتر مناسبة هذا الأسبوب أكتر مناسب بس إنه أنا كأم أحط وأفرد أو كأسرة أفرد كأب كمان ننساش إنه الأب له دور أفرد برنامج معين على هذا الطالب وأجبره عليه وأجبره على حياته تكون خالي من كل شيء إلا من هذا الامتحان فهذا كتير بيأثر عليه نفسيا وتغيير النظام بشكل مفاجأ يعني وحرمانه من كل شيء أو حتى خلق أجواء بالبيت توتر الطالب نفسه حتى بقية أفراد إخوته وإذا كان فيه أصغر ببلش يخافوا من هالة التوشيد نعم تتبلش الفكرة تنتقل السلوك هذا كمان بصير الطفل اللي أقل منه اللي بديه قدم مثلا سن الجاي أو قدم أو ضيل له تلت سنين هو لحاله تبدأ الفكرة عنده من الخوف بالضبط بديع مهيل قصة الامتحان التوجيهي هي قصة قديمة تورثوها الطلاب من الأجيال الامتحان هذا بقرر مصيرك الامتحان هذا توجيهي بخوف الفضيحة من نتيجة الامتحان مقارنة الطالب بأصدقاء ومقارنة الطالب بزملاء وفي أقاربه هذا قال منك هذا أعلى منك فضحتني كم مهم نسلم لفكرة أن النتيجة ليست ستحدث في يوم وليلة نحن نتحدث عن حصاد سنواته وكما الأهل يتعاملون مع الفكرة أنه نحن نعرف نتائج ابنه من قبل في يوم وليلة ليست ستتغير النتائج وليست نقلب هذا يضغط كثيرا الأهل عملياً يصبح النتائج مختلفة لكل السنوات السابقة نعم صحيح صحيح المشكلة كمان أنه الأهل يعني ممكن يكونوا فترة طويلة مش منتبهين على الفروق الفردية الموجودة عند أبناء ومش كمان مش كتير منتبهين على قدراتهم فمن هيك بصير يقول له بدك تقعد 24 ساعة تدرس ليش بتدرس شيء يعني كل شو يدخل عليه يشوفه بدرس شيء كل شو يدخل عليه يعطيه شعور بأنه يعني مش لازم يفتح ولا أشيء ولا يشوف أي شيء فإذا إحنا كمان لازم نراعي قدرات الطالب يعني لازم نراعي قدراته إمكانياته ما نتجهلها أبداً بعدين طريقة دراسته للمادة هو الطالب الوحيد اللي بيعرف كيف يدرسها ممكن كمان كتير إحنا نكتسب الطالب من خلال زياراته لأصدقائه تبادل خبرة شو سويت شو درسك كيف درسك لا 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 فيه أشياء كتير إيجابية ممكن يتعلمها من أصدقائه نحن نقول ممكن يتعلم من أصدقائه الخوف الزائد إذا كان طفل طالب يقول أنا دايماً أهلي يعني بضغطه علي ممكن هنا يصير فيه مجال إنه للتفكير بس وإذا كانوا أهله داعمين بقول أنا أكيد أهلي داعمين ما بضغطه علي فبأخذ الخبرة الإيجابية منهم في قصة إنه كيف يدرس المنهاج بجوز تعطيه فكرة وبجوز هاي الفكرة لما يشوفها يشوفها إنه مش ملائم إليه إنه بدوش يغير أسلوبه بتنصح الأهل اللي يساعدوا أولادهم يأخذوا استراحات معينة يطلعوا يعني ممكن يطلعوا مشوار صغير طبعاً طبعاً أنا يعني كان عندي طالب توجيه السنة الفاتت خلص كان هوم نصدقائه أنه يطلع يعني أنا كتير بفكر إنه طالب مهم يطلع يطلع من جو الضغط لأنه التوجيهي أنا بحكيها كلمة يعني حتى لو كانوا الأهل ممتازين والمدرسة ممتازة والتوجيه نفسه سهل لكن التوجيه بحذاته بضغط الطالب الكمية الدراسة اللي بدروسها وبقدمها لحالها هي ضغط فما بالك لما تيجي دغوطات خارجية فمن هيك مهم جداً أنه لما يحس حاله بضغط بجوزهم مش منتبه أنه لازم يطلع أو بجوز بسمع من أصحابهم بطلعوش أنا كأسرة مهم أقول له شو رأيك نطلع شو رأيك نروح ناكل بوزة شو رأيك نمش بالشارع شو رأيك مثلا تعال عنا غير شو رأيك إحضر معنا فيلم يعني مهم كمان أنا أشعروا أنه في مجال أنه يخفف من الضغط اللي عنده دائماً هناك نقطة اللي كل أهل بناقش فيها مهم نناقش مع الطالب بعد ما يخلص الامتحان كيف كان الامتحان وإيش حاسس ولا مهم نعزز فكرة أدمنان إنساء يعني هكذا دائماً طول وقت في نقاش بين الأهل أنا أفكر مهم جداً أنه إحنا نناقش نسأله عن يومه حتى لأنه يريد أن يجاوب على هذه التساغلات أي طالب بروح على أي امتحان الشرط توجيهه أو بروح على المدرسة يوم مهم جداً أني أسأله كيف كان يومك فأنا ابني التوجيه يعني غلط جداً أني مسأله كيف كان يومك بجوز واجه مشكلة بالقاعة بجوز خاف يحكي عن هذه المشكلة أنا لما أسأله كيف كان يومك اليوم بالقاعة أكيد رح يحكي يعني هلأ إذا أنا كان ردة فعلي كثير إيجابية في هذا اليوم ثاني يوم رح يحكي لي بس إذا كانت ردة فعلي سلبية تجاه شو بديو يقولي مثلا نسيت سؤال راح علي سؤال علي عشر علامات ليش ويصير أأنبو ليش أنه نسير السؤال أبو العشر علامات وصير أقول له هذا بسببك أنت دائماً تركزش أنت دائماً مهم هذا الحكي تاني يوم بلتزم الصمت يحكي ش قدام أهله بضل يواجه المشكلة لواحده وممكن نهاية كمان تربكو في الإمتحان الثاني يحس أنه عن جده فاشل ومقدرش يحل أسأله وأنه ممكن يفشل من خلال تجربتك وانتي كمان عشت تدربة بشكل شخصي وأيضاً مرأ عليكم تجارب كرئيس أيضاً قسم الإرشاد ماذا تتحدثون للأهل في هذه المرحلة التي هم جزء مهم اليوم هم بيوضعوا طلابهم باستقبلوا طلابهم لهم دور أكيد مهم وكمان يعني مهمهم يدركوا هكذا المساحة التي رح يأثوا فيها إجابة أو سبب صحيح أنا بدي أوجه رسالتين رسالة للأهل ورسالة للمعلمين طبعاً صارت الأسئلة طبعاً مطبوعة رسالة الأولى اللي هي للأهل اللي هي أنه ما تنسوا أنه ابنكم طول عمره بدرس لوحده وإذا أنتوا كنتوا دايماً تساعدوه أنه تشجعوه وتدعموه مدخر بجهوله كل حياته عشان يوم التوجيهي كتير مهم جداً تهتموا بصحته الغذائية لأنه بعد طبعاً هاي توصية من المرشدين اللي بيشتغلوا في الميدان الله يخليهم كلهم يعني دايماً أنا بحكي معهم حتى مبارح حكيت معهم كلهم أخذ توصياتهم لأنهم بيشتغلوا مباشرة مع الطلاب فالاهتمامي كتير بالأكل كتير في طلاب بقعدوا عشر ساعات ما باكتوروا وباكلوا أشياء اللي ممكن يتأثر على دماغهم كمان وعا تركيزهم كتير مهم إني أنا كأم أدعم أولادي وكأب في طبيعة الأكل في الغرفة ما داموا لأمتها التهوية الصحية كمان أنا كلما أحكي كلمة طيبة وكلمة حلوة تدعمه أكتر بتخليه يواجه الامتحان بصورة كتير أفضل الإضافة أنه إحنا كمان ننتبه مرات كتير بتظهر مشاكل في هادا المرحلة زي النظر أو الدوخة فأنا كمان هاي يعني أنا جمال الصحي في أكل صحي في التفاح قديش قيمة الغذائية مهمة أنه كل يوم يأكل يعني هاي كتير جوانب ممكن يحس الطالب في الاهتمام أكتر ما أنه أنا أضل أقوله خلصت ولا ما خلصت الشغلة الثانية اللي كتير أنا بحب يعني أركزها على المعلمين وكمان هاي توصية من زملاء المرشدين في الميدان أنه يردت يكونوا رائعين بالمقابلة بلناش نقول رائعين يعني يكونوا متعاونين داعمين مساندين كتير للطلاب في القاعة الكلمة الحلوة كتير بتأثر على الطالب وهو في القاعة ابتثامت بالضبط أنا أبتسم وأشجعه لما يدخل يقول الطالب أنا مش فهم ولا إشي إذا سمعنا همس بهيك بالقاعة كتير حلو إنه المعلم يقوله شوي شوي أنت بس أولها خاصة بأول أيام الامتحانات شوي شوي أنت أولها هيك روء شوي بعدين تبدأ تجاوب الأسئلة ما تقلق راح تشوف حالك بتتذكر كرشي هاي الكلمات مش ممنوع يحكيها المعلم أبدا ولا ممنوع أصلا المعلم يبتسم أو يدعم بالقاعة إحنا منتأمل المرشدين يكونوا بالقاعات الامتحانات بس تعرفي هاي عشان الامتحانات سرية تامة مع إنه إحنا منضغط إنه يكون على الأقل المرشد اللي يكون هو الأب والأم اللي راحية أنا بأشكرك وبأتأكد أنه كمان كلماتك في هذا الصباح إلها وقعت سواء على الأهل وسواء على كمان المرشدين يعطيهم ألف عافية كلياتهم يعني هي عملية متكاملة يعطيكم أنتو كمان العافية وإحنا نحكي للطلاب إنه نتمنى لكم كل التوفيق أنتو عملتوا الجزء الأكبر والتعب الأكبر ضي المرحلة قصيرة ولكن بدها جزء منكم وطاقة إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق وإحنا ورح نرافقهم بكل المراحل اللي كمان مهمة لهم ودى الأهل شكرا إليك نهارك فعيد شكرا إليك نهارك فعيد نتمنى أكيد كمان التوفيق لكل الطلاب رح نروح فاصل وبعدها رح نستقبل الفنان هاني متواسي في آخر محطاتنا فخليكم معنا